بالإضافة إلى التوقيت هناك العديد من العوام المشتركة وأوجه التشابه بين الحركات الاحتجاجية التي يشهدها كل من العراق ولبنان ولعل أبرزها هو الفساد وتنامي النفوذ الإيراني الذي دفع الشباب للخروج إلى الساحات للمطالبة بكف يد إيران عن بلادهم عبدالعزيز نعم هيبة إذن في مرات عديدة خلال الفترة الماضية وجه المحتجون في بغداد وبيروت التحيات والهتافات لبعضهم البعض ذلك أن الأهداف والمسببات للحركين متشابهة إلى حد كبير ويمكن تلخيصها في كلمتين الفساد وإيران على الرغم من مئات الكيلومترات التي تفصل بين البلدين إلا أن لبنان والعراق يجمعهما الفساد المستشري في مؤسساتهم الرسمية فضلا عن ارتفاع نسبة الدين العام وضعف البنى التحتية فالعراق يأتي في الثامنة والستين بعد المئة في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا فيما يحل لبنان في البرتبة الثامنة والثلاثين بعد المئة في قائمة من أصل مئة وثمانين دولة أما بالنسبة للدين العام فقد تجاوز في لبنان حاجز المئة والخمسين بالمئة من إجمالي ناتج المحلي فيما تخطط هذه النسبة حاجز الخمسين بالمئة في العراق هذا بالنسبة للفساد لكن التدخلات الخارجية والإيرانية تحديدا في كلا البلدين منحت الفساد دفع قوية سمحت له بالوصول إلى كافة مفاصل الدولة منذ سنوات عديدة تحول العراق إلى ساحة تغذيها إيران بكل ما من شأنه إشعال الطائفية وزيادة الفوضى والتوتر بين مكونات البلد الواحد أما في لبنان فقد دعمت إيران ميليشيا حزب الله سياسيا وعسكريا حتى باتت تتحكم بمفاصل مهمة في الدولة اللبنانية وتحتكر قرار السلم والحرب نيابة عن الجيش اللبناني ما زاد من نفور الشارعين اللبناني والعراقي من الدور الإيراني كان تجاهل المرشد الإيراني غضب الشارع في البلدين واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه التظاهرات حتى أن صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت أن هذه الاحتجاجات تمثل تحديا حقيقيا لنفوذ إيران في المنطقة أما ردة الفعل الأولى التي قدمتها طهران لبغداد كانت من خلال إرسال المستشارين العسكريين والخبراء في قمع الاحتجاجات ما زاد من وتيرة التحركات ورفع سقف مطالبها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة